وطول الغيط النافع كان واضحاً على المناطق الليبية والشمالية والشرقية والشمالية الغربية إليكم هذه الكميات كانت في زوار الارصاد 2.9 العجلات 1.5 سبرات المركز 2 سوق العلاقة 3.5 وكانت في صرماء الارصاد 5.5 ملي متر الزهراء المركز 5.2 الناصرية 4.8 من 10 طويبي 3.6 من 10 العزيزية الارصاد 3.2 سباعة الارصاد 3.3 ملي متر سيدي السايح 7.5 واسواني الارصاد 9.9 جنزور 4 حيال عنده 14.5 ملي متر وميناء طرابس 8.2 مدينة طرابلس كانت 9.4 من 10 والهضبة الارصاد 8.9 من 10 الهضبة البدري 9.5 كانت في سوق الجمعة 9.7 ملي متر مطار معتيقة 13.5 تجورة البحوت 13.4 قربولي 17.5 ملي متر ترهون البحوت 9.2 والبركات بمسلات 11.1 الخمس الارصاد 19 الدفنية 7.5 زاية المحجوب 11 مصرات البحوت 8.8 مصرات الارصاد 14.7 مطار مصرات 6.1 من 10 طمينة 2 وقصر احمد 1.5 تجورة الارصاد كانت 11.4 جدابية 23.6 مطار بنينة 7.5 وكانت في المرج الارصاد 4.5 ولازمنا نترقب وننتظر أمطار وخاصة على الشمال الشرقي وأيضا قد تصحبها بعض حتى الرخات من التلوج على الجبل الأخضر إذن بين الله تعالى ستكون الوضعية مهيئة لسقوط الأمطار بشكل واضح نتيجة لتسلسل أو توالي المخفضات التي تأتي من الجنوب الأوروبي مصحوبة بكتل هواية باردة تجعل من درجات الحرارة جد مخفضة سواء كان على المرتفعات الغربية أو المرتفعات الشرقية كذلك هو الحال على المنطقتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية درجات الحرارة قفضت إلى مدون السفر خاصة أثناء الليل وستكون الفرصة مهيئة لسقوط بعض التلوج على المرتفعات الشرقية في الجبل الأخضر تحديدا خلال 24 ساعة قادمة أو تراكم لبعض التلوج خلال 24 ساعة قادمة نتيجة للتبريد في طبقات الجو العليا أما المنطقة الغربية فتبقى فرصة الأمطار لا زالت خلال الساعات القليلة القادمة هذا وبإذن الله تعالى هناك مخفض آخر سيظهر في وسط الأسبوع هذا الأسبوع سيكون جالبا معه تكاتر السحب من جديد أو استمرار الأمطار على الشمال الشرقي خاصة وبعض من مناطق الشمال الغربي على هذه المنطقة ننتقل إلى الخريطة الموالية والتي ستوضح أين تواجد السحب الرعدية نلاحظ اللون الأحمر يشير إلى سحب رعدية ممطرة تضرب السواحل الشرقية خلال الساعات الماضية وخلال الساعات القادمة ستكون كل هذه المناطق مليئة بالسحب الماطرة بإذن الله تعالى وأيضا حتى المنطقة الغربية لازالت تتخللها سحب ماطرة من حين إلى آخر سواء كان خلال هذا اليوم أو حتى يوم الغد وأيضا الأثنين والثلاثة بإذن الله تعالى النشر الخاصة بالصيد البحري كما هو عدم الاستقرار على الأرض ستكون أو سيكون عدم الاستقرار على البحر نتيجة للمنخفض الجوي المتمركز على هذه المنطقة أو الممتد على المناطق الشمال يجعل من سرعة الرياح تصل إلى 60 كم في الساعة سجلت في الخمس خلال الساعات الماضية 60 كم في الساعة نتوقع أن تكون سرعة الرياح إذن ما بين 25 إلى 35 عقدة هذا ما يجعل ارتفاع الموج لا يقل عن 3 أمتار سواء كان على الساحة الغربي ويزيد عن ذلك على الساحة الشرقي ليصل إلى 4 أمتار أو أكثر في بعض الأحيان إذن البحر مضطرب على كافة السواحة الليبية تحديل السادة البحارة بسرعة الرياح وباضطراب البحر خلال على الأقل 24 ساعة قادمة بإذن الله تعالى ستكون درجة حرارة البحر من 17 إلى 18 درجة مئوية الرؤية متوسطة وأحيانا ضعيفة خاصة أثناء سقوط المطر على السواحل الشرقية بالأخص النشرة وقد تكاملت لم يبقى لا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم واليومين القادمين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة